تخيل كده وانت ماشي لقيت كل واحد فوق منه يفطى مكتوب فيها الطريقة اللي حيموت بيها لو ده كان موجود في الحقيقة كان ده حيقلل خوف الناس من الموت معظم الناس بتخاف من الموت لأسباب كتير يمكن عشان الموت ده بالنسبة لهم هو النهاية طب انت تعرف ان الانسان دون عن كتير من المخلوقات ربنا خلقه عشان يخلط ركز معايا كده انت بتتولد تعيش 20 30 60 80 100 سنة بعد كده بتموت حسب كل الايات والاحاديث عن مراحل ما بعد الموت الكلام ده طبعا لو انت مسلم بتقول ان الانسان بيفقد الاحساس بالزمن مؤقتا طول الفترة دي يعني ممكن يعدي عليه سنة عشرة مية الف ربنا واحده اللي عالم يوم القيامة امتى بعد كده هترجع تصحى تاني تفتكر انك نمت شوية وصحيت وبعد كده بعد ما تصحى يعني هتعيش حياة طويلة 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 جدا الى مالة نهاية ايه ده معنى كده الموت مش النهاية الموت ده مجرد ما طبع الطريق اللي بدأ من حياة الانسان الاولى لحد الخلود اللانهائي يبقى معنى كده اكيد ناس بتخاف من الموت لسبب تاني فيه ناس بتقول انا خايفة موت حسيب ولادي المين وحيعملوا ايه من بعدي هقولكم خبر حلو انته هتموتوا وولادكم حيموتوا وولاد ولادكم حيموتوا وولاد ولاد 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 بس مش ده الخبر الحلو الخبر الحلو انكم هتكتمعو تاني بعد فترة قصيرة بإذن الله تعالى انكم هتفضلوا مع بعض الى مالة نهاية من غير فراء الناس تانية بتقول انا خايفة من الموت عشان مش مستعدة ان يقابل ربنا او وقت ما موت ساعتها اكون مش مستعدة اقابل ربنا الله ما احنا فيها هو ما تستعد ايه اللي منعك انا عارف انك شوية ماشي صح وشوية ماشي غلط بس طالما فيك روح تقدر ترجع قبل فوات الاوان الناس بتبص على العمر انه عملي اخلص وان كل نفس بيطلع ما بيرجعش تاني وخايفين من الموت كأنه النهاية مع انك لو حسبتها صح هتكتشف ان الموت ده نقطة انطلاق من سجن الدنيا الى الحياة اللي نهائية اللي هتجتمع فيها بكل احبابك بعيد عن الهموم والابتلاءات والمتعة المنقوصة وتقلبات الزمن صدقني مش هتفرق خالص الطريقة اللي هتنتقل بيها من السجن ده الى الحرية دي اللي هيفرق فعلا هو ايه اللي بعد الموت وده بقى ربنا اعطنا الخيار اننا نختار طريق الخير او نختار طريق الشر ايوة يعني انا كده استفدت ايه بقى يعني عملي دلوقت بسيطة هم تلات حاجات اول حاجة وحد الله ولا تشرك به شيئا تاني حاجة لو عندك حقوق للناس ردها تلت حاجة لو عندك كبائر وزنوب بطلها واطلب من ربنا المغفرة بس كده شفت بسيطة ازاي لو عملت التلات حاجات دول مش حيب عندك سبب تخاف من الموت كفاءة انك تعرف انك رايح للأحن من الام على طفلها خليك دايما نفكر الحديث ده من احب لقاء الله احب الله لقاء